ازمات العالم الاسلامي كتيرة مش القدس بس قدس على رأسها لا ده انت عندك اراضي محتلة مثلا مزارع شبعة عندك الجولان محتلة ده لو اعتبرنا ان هي محتلة دلوقتي لانه السوريا مطنشة عندك اه الجزر الاماراتية محتلة ازا ازا قلنا اليامن محتلة كشمير بيسموها جنة طلاف الارض اقليم جميل جدا بيقع ما بين باكستان والهند وفي جزء منه خدته الصين وفي السكتان كده محدش قامت حكومة الهند ابارح طلعت خرار قالت فيه يا جماعة الخير احنا خلاص بح ما فيش حاجة اسمها الا اه ما فيش حاجة اسمها حكم ذاتي خلاص تعلن الغاء الحكم الذاتي الدستور الدستوري لاقليم كشمير خلاص ما بقعاش بحة بقى كشمير دي بالمناسبة البريطانيين بيعملوا ايه البريطانيين بيعملوا الات لما بيجي يعيد ترسيم الحدود بيسيب لموازة دم من الصغير كده جي في المنطقة العربية وسب لك فلسطين دحت الانتداب وام سلمها لنين نفس الكرام جي على كشمير وقال لي يضرب التاني وياخد قد في الارض هنديه لهم انت عندك بنجلديش وعندك باكستان وطلع ان فيه قليم اسمه ايه كشمير بص على الخريطة دي وكبرها لشوية في النص ساعة المخت خريطة دي بتقول لك ان فيه اقليم كبير جدا تكبرها بقى شوية كمان بعد ايه ساعتك للسادة المشاهدين الخريطة اللي قدام حضرتك ديت تقول لك ان فيه جزء تابع اظنه ايوة مناطق سيطرت الصين في كشمير وجزء تابع له الهند في كشمير وجزء ان هو يسموها الاراضي المحررة اللي هي البوني اللي فوق دي الصين مسيطرت عشران في المية باكستان على خمسة وثلاثين في المية الهند مسيطرتها على خمسة واربعين في المية الخمسة واربعين في المية دول ليه بخص ده حصل مناطق في الاربعانيات وبعدين بدأت الهند تخشها دخلت كل ما يحصل تقارب عشان يحلوا الازمة الهند هي قالت ايه? تبوزت داني. على خلاص نوقف اطلاق النار حصلت مشاك كتيرة جدا لكن فجأة قررت الهندي تاخدوا القرار ده اللي هو السيطرة على كشمير. كشمير دي في ايه يا جماعة? كل الكشميريين تلاتاشر مليون ونص. تلاتاشر مليون ونص. تمانية ونص منهم في جامع الكشمير اللي هي ايه? اللي كانت في الخريطة اللي هي ناحية الهن. اتنين ونص في كشمير الحرة اللي هي ناحية باكستان. في منطقة اسمها جلجة بلتستان. فيها مليون. وحول العالم في مليون ونص. مفكرك بالفلسطينيين. نفس ان كان نفس ده. ومفكرك بكوسفا. والكشميريين المسلمين زعلانين. قامت فيها حركات جهادية لتخلص الكشميريين من الاحتلال الهندي. طبعا اه سموها عسكر طيبة سموها لاشكر طيبة يعني. وحطوها تحت الجامعات الارهابية وصراع طويل. زي ما حطوا حماس وحزب الله. كل التنظيم اسلامي بيحاول يحرر الارض او يقوم المحتل ويرابي بالتبعية يعني مش محتاج كده. مساحة كشمير يا جماعة ضعف مساحة سينة. مية ستة وتلاتين الف وستمائة كيلو متر المربع. بالمية اللي هي ستة وتمانين الف. سينة مساحتها ستين الف. المناظر الحقيقة تشوفها دي مش موجودة الا حصريا الا فين في كشمير. بيسموها جنت اللهي في الارض. كشمير يعني انت بتحسب الكويت وقطر والامارات وكل دول كشمير. مساحات كبيرة دايما البريطاني يسيب وراها اثر سيء حتى لا تستريح الدول. وبالذات لما يكون فيها مسلمين. في الحدود اللي رسمها ما بين اسرائيل اللي هتطلع بعد كده والسعودية اللي طلعت قبل كده انه ساب مكان علشان اسرائيل تكون موجودة بس في بفرزون اسمها العقبة والارضن. التسلسل الزمن اللي سامعة واربعين اول حرب وقعت بين الهند وباكستان حوالين كشمير. بعد شهرين فقط من استقلال الهند وباكستان عن مين? عن بريطانيا. خمسة وستين خاض البلداني حربا قصيرة حول كشمير. واحد وسبعين الهند دعمت حرب في باكستان الشرقية التي كانت تسعى للاستقلال وانتهت بانتهاء بانشاء بانجردش. تسعة وتسعين حاول جنود باكستانيون ومقاتلون بالتسلل الى مواقع هندية عسكرية في جبال كارجل. لكن الهند ردت ونجحت بصدر. الفين وواحد هجوم من قبل باكستان على مجلس الولاية في اقليم كشمير الخاضع للهند. اللي حصل انه الهند قررت فجأة مش فجأة انا عندي تفسير هقولك عليه. انه قررت انه الوضع الراهن الوضع السابق لازم انتهي. خلاص. في الفين وثمانية حصل هجوم على سكة حديد في بومبي. طبعا اعمال الناس قالت عليها ارهابية لان فيها مدنيين والاخره. الناس نسيت طبعا اي قتل للمدنيين خارج العمل العسكري ضد المحتل العسكري هو عمل باي ديفولت عمل ارهابي. لانه في النهاية انت بتقيت المدنيين اللازم بلاي. الفين وستاشر قدى الهجوم اربع تيام على القاعدة الهندية. الفين وستاشر هجوم على قاعدة للجيش الهندي. الفين وستاشر نفزت ضربات على المسلحين في كشمير. الهند في الفين وستاشر بتلغي هذا القانون. طبعا فيه معارضة داخل الهند رفض هذا القانون. بس لازم انت تعرف حاجة صغيرة. اوي. لازم اقول لك عليها. باكستان اللي بيقودها عمران خان. وقفت موقف جميل جدا من مبادرة تركيا وماليزيا للتوحد الاسلامي. فهل هذا الامر مرتبط بانه احنا نشغل خاء عمران خان في معركة ممكن تكون مسلحة او معركة دبن مساء مقدرش يعني اه يتكلم فيها خلي بالك ان باكستان دولة نووية والهند دولة نووية. ما الذي جرأ باكستان الهند على باكستان وعلى كشمير المسلمة? عدة عوامل. واحد. حالة الضعف العربي زمان لما كان بيحصل اعتداء على كشمير بيحصل ايه? العالم ورابطة العالم الاسلامي ونظمة التعاون الاسلامي كل دول بيهبوا الاخوان وغيره طبعا الناس كلها دلات دي ايدك منها والارض لانه تعبنين بيتقزوا. السعودية كانت بتحاول تتدخل بتعمل بطالت تتدخل. عمران خان عنده مشكلة مع السعودية. غير ظاهرة على السطح. وهو انه عمران خان رفض ان يكون مقاول انفار لي آآ لمحمد بن سلمان. زيك محمد سلمان راح فين? راح السودان. خد انفار اكتر من مين? من آآ جماعة بتوع الجنجاويد بتوع الراجل تاجر الابل اسمه آآ حمدتي. ودفع له فلوس الناس اللي رايحة آآ ليبيا عشان تحارب مع حفطر لان حفطر عنده قايل للسقوط. اذا عمران خان الوقت هيزنزنق عليه? الهند تعمل ضربتها? هل هيحصل صراع زي ما قالت باكستان? انه باكستان تحذر من صراع شامل? وانها لازم تدافع عن آآ كشمير لان دي اراضي بيعيش عليها ناس باكستانيين ويعانون من اضطهاد. اللي حصل ايه? الهند قامت قطع الاتصالات. وقامت القانون السابق ان دي دي تحت دي تحت الحكم الذاتي لغيته وقالت لهم كل واحد يروح لحاله كشمير ارض هندية. بالبلد دي كده. زي ما اسرائيل خدت القدس وقالت ايه? ارض ايه? ياهود. وزي ما اسرائيل بتبلع الضفة الغربية ارض ايه? ده نظام عالمي جديد. النظام عالمي يخوم على الهمجية. الهند ترفض دائما اي حلول عند مجلس الام. كما ترفض اسرائيل ايه حلول دائما.